وكأن الميليشيات الإيرانية أصبحت فأر تجارب للغارات الجوية لا يكاد يمر أسبوع دون أن تنالت تلك الميليشيات نصيبا مرا من القصف الجوي لطائرات التحالف أو الطائرات الصهيونية في صراع على ما يبدو طويل الأمد لترسيم خرائط النفوذ في سوريا شرق سوريا وتحديدا في محافظة ديرزور كان له النصيب الأكبر من الغارات الجوية على الميليشيات الإيرانية حيث يحصى بشكل أسبوعي عشرات القتلى من الميليشيات الإيرانية وقوات الحارس الثوري فقبل يومين فقط قتل أكثر من 35 مسلحا بينهم قياديان نتيجة استهداف طيران مجهول رتلا من نجمعات موالية لإيران بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة ديرزور وجاءت الغارة بعد أيام من توقع النظام السوري اتفاقية شاملة للتعاون العسكري مع إيران ويعز مراقبون سبب تركيز القصف على مناطق ديرزور بسبب تحولها إلى أكبر تجمع للميليشيات الإيرانية التي تقوم بنشاطات ثقافية الغاية منها تشيع المنطقة كما تتخذ المحافظة مركزا عسكريا لتجنيد الشباب ومستودعا للأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية كما أن حساسية تلك المنطقة وربطها بين العراق وسوريا وتوسطها بين القواعد العسكرية الأمريكية يجعلها منطقة مهمة بالنسبة لواشنطن وخصوصا في صراعها الإقليمي مع طهران واشنطن وتل أبيب ليست المعنيتين الوحيدتين باستهداف الميليشيات الإيرانية فهناك موسكو التي تشاطر طهران أنفوذ في مناطق سيطارة النظام ولها مصلحة في إضعاف النفوذ الإيراني ذلك لأن التنافس الاقتصادي والعسكري بين الدولتين بلغ أوجه حيث يسعى كل طرف للتفرد بموارد سوريا لا سيمال غاز الطبيعي الموجود بكثافة في صحراء دير الزور وتدمر القصف المتواصل للميليشيات الإيرانية لا يعني بالضرورة إرادة دولية لإنهاء وجودها في المدى القريب في سوريا لكن على ما يبدو هي مجرد رسائل لإعادتها إلى حجمها الطبيعي في ذلك الدور التخريبي الموكل بها دون أن تتجاوز هذا الدور إلى ميدان المنافسة الحقيقية على غنائم الشرق الأوسط